البداية من العراق حيث قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إن استفتاء الاستقلال لن يضيع هباء وأضاف في رسالة وجهة للأكراد أن ما جرى في كاركوك كان بقرار فردي من بعض الأشخاص على حد تعبيره من جانبه اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن استفتاء إقليم كردستان انتهى وأصبح من الماضي وقال في مؤتمر صحفي إن العالم العراقي يجب أن يرفع في جميع أنحاء البلاد وحذر العبادي من القيام بأي أعمال تخريبية في كاركوك مؤكدا أن العراقيين لن يدخلوا في حرب أهلية كما أكد دعوته للحوار فيما يتوافق مع الدستور لحل الأزمة الكردية